الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد الرسول رب العالمين خير مبعوث إلى خير أمة بخير دين وبعد أبناء وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري بقسمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس الفقه الشافعي من كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع المقرر على الصف الثالث الثانوي الأزهري نبدأ إن شاء الله الحديث عن أحكام الأضحية الأضحية ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق الثلاثة ما يذبح من النعم بفتح النون المراد بالنعم بفتح النون الإبل البقر الغنم المعز هكذا هذه هي النعم يوم عيد الأضحى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى يعني هذه الأضحية إنما هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى أما الدليل عليها أولا من الكتاب قوله تعالى فصل لربك وانحر أشهر الأقوال في تفسير هذه الآية أن المراد بالصلاة صلاة العيد أي عيد الأضحى والمراد بالنحر أي نحر الضحايا أما الدليل من السنة فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا أما عن حكم الأضحية فالأضحية بمعنى التضحية سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية إن تعدد أهل البيت إذا فعلها واحد منهم كافى عن الجميع وإلا فسنة عين ولا تجب إلا بالنذر معنى هذا الكلام أن الأضحية إذا لم تكن منذورة فهي سنة في حقنا على الكفاية مؤكدة معنى إيه يعني سنة في حقنا على الكفاية مؤكدة سنة مؤكدة يعني كان بواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أما على الكفاية إذا فعلها واحد من أهل البيت سقط الحرج عن الباقين وأجزأت على أو عن الباقين وكل أهل البيت أخذوا الثواب على هذه الأضحية دي معنى على الكفاية طيب متى تكون هذه الأضحية واجبة تكون الأضحية واجبة أو يعني إيه عين يعني فرض عين وذلك إذا كانت منذورة إذا نظر الإنسان الأضحية فإنها تجب عليه فيجب أن يضحي يوم عيد الأضحى أو أيام التشريق الثلاثة شروط المضحي يشترط في المضحي أولا أن يكون مسلما فلا تقبل من غير المسلم ثانيا أن يكون بالغا وذلك لأن الصبي غير مخاطب من قبل الشارع فهو غير مكلف ثالثا العقل أيضا المجنون كالصبي غير مكلف رابعا الاستطاعة يعني يكون عنده القدرة المالية والمدية على أن يذبح أضحية أي يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة ومعنى الاستطاعة بأن تكون هذه الضحية فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه معنى يمونه يعني من ينفق عليه يعني من تجب عليه نفقته في ليلته ويومه وكسوة فصله كما في صدقة التطوع وأن تكون فاضلة يعني الضحية أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق فإنه وقتها يعني وقت الضحية أو ذبح الأضحية يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة معنى الكلام طبعا الاستطاعة يشترط فيها أن تكون الضحية فاضلة عن يومه وليلته وعن يوم العيد وأيام التشريق السلاسة ليس فاضلة عنه فقط ولكن عنه وعن من يمونه إيه يعني يمونه؟ يعني من تجب عليه نفقتهم يعني عن أبنائه وزوجاته تكون هذه فاضلة عن نفقتهم عن نفقتهم يعني زائدة على نفقتهم طيب نفرد هو لا يملك إلا النفق فقط لهو الأبنائه فالأضحية هنا لا تكون سنة مؤكدة في حقه لأنه غير قادر غير مستطيع غير إيه مستطيع فهي تكون على المستطيع الأضحية أفضل من صدقة التطوع وذلك للاختلاف في وجوبها يعني بعض الفقهاء يعني إذا كانت عندنا كشفعية سنة مؤكدة هي واجبة عند بعض الفقهاء لذلك هي أفضل من صدقة التطوع قال الشفعي لا أرخص في تركها لمن قدر عليها أي يكره للقادر عليها أن يتركها بعد ذلك ما يسن لمن يريد التضحية يسن لمن يريدها يسن لمن يريدها أن لا يزيل شعره الله عليه وسلم لفاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة منها يغفر الله لك ما سلف من ذنوبك قال عمران بن حسين هذا لك ولأهل بيتك يعني أي يا رسول الله فأهل بيتك يعني ذلك أنتم أم للمسلمين عامة الرسول أجاب عليه وقال بل للمسلمين عامة إذن يسن لمن يريد التضحية أن لا يحلق شعره ولا يقلم ظفره في عشر زلحجة وذلك يعني تشبها بالمحرم في الحج في هذه الأيام وكذا يسن له أن يذبح أضحيته بنفسه إذا كان قادرا على الذبح أما المرأة وهي ربما لا تقدر على الذبح فيسن لها أن تشهد ذبح أضحيتها لماذا؟ لأن طبعا بأول قطر الدم تقع على الأرض من هذه الأضحية يغفر الله سبحانه وتعالى لصاحبها ما قد سلف من ذنوبه يعني أول نقطة الدم تنزل على الأرض فالله سبحانه وتعالى بها يغفر للمضحي ولأهل بيته كل ذنوبهم إن شاء الله تعالى وهكذا يبا إذن يسن أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه إذا كان غير قادر على هذا يشهد ذبح هذه الأضحية شرط التضحية يشترط في التضحية أن تكون نعم إبل بقر وغنم وذلك لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا من سكى ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فاختصت بالنعم كالزكاة يعني هذه التضحية هي عبادة لله سبحانه وتعالى وهذه العبادة تتعلق بالحيوان وليست ببدن الإنسان فاختصت هذه العبادة بالنعم التي هي الإبل البقر الغنم وذلك كالزكاة الزكاة تتعلق بالماليات تتعلق بالإيه؟ بالماليات التي هي الإيه؟ النعم أيضا كذا الأضحية بعد ذلك نتحدث أبنائي وبناتي عما يجزئ في الأضحية أولا يجزئ في الأضحية رقم واحد الجذع من الضأ وهو ما استكمل سنة وطعن في الثانية يعني إضاءني يعني الإيه؟ يعني الغنم اللي ليه سنة؟ ودخل في السنة الإيه؟ الثانية ولو أجزع قبل تمام السنة أجزأ يعني إزاي؟ يعني لو أسقط أسنانه قبل أن يتم السنة أجزأ يعني يكون مجزئا في الأضحية يعني يجوز أن نذبحه في الأضحية لعموم خبر الإمام أحمد قول الرسول صلى الله عليه وسلم ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام فإنه يكفي أسبقهما يبقى إذن أول حاجة من الأشياء التي تجزئ في الأضحية الجزع من الضأن إيه يعني الجزع؟ الجزع ده الذي أسقط مقدم الأسنان يعني الأسنان التي في الأمام تكون قد سقطت منه حينئذ يجوز ذبحه في الأضحية وغالبا ما يتم هذا الأمر بعد مرور سنة كاملة طيب إذا أسقط هذه الأسنان قبل مرور سنة يبقى هل يجوز أن يذبح أضحية؟ نعم يجوز أن يذبح أضحية لماذا؟ لأن سقوط هذه الأسنان من الضأن كالبلوغ بالنسبة للإنسان يعني في هذه الحال يصح أن يكون أضحية زي الإنسان لما يبلغ ففي هذه الحال تجب عليه الصلاة تجب عليه الزكاة هكذا يبقى إذن أنا عندي العبرة بسقوط الأسنان لو سقطت قبل السنة يجزئ سقطت بعد مرور السنة يجزئ هكذا يبقى إذن إما تمر السنة إما تسقط هذه الأسنان ثانياً الثاني من المعز وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة يبقى إحنا عندنا الغنم استكمل سنة واحدة لكن المعز لابد أن يستكمل إيه؟ سنتين ويطعن في السلسة يعني يدخل في السنة الإيه؟ السلسة طيب لو ذبح قبل استكمال السنتين هل يصح أن يكون أضحية مجزئة؟ لا طبعاً لا يجزئ في الإيه؟ في الأضحية بل يكون صدقة من الصدقات ثالثاً الثاني من البقر وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة الثاني من البقر اللي هو ليه سنتين ودخل في السنة الإيه؟ الثالثة طيب لو زبحنا البقرة قبل استكمال السنتين على أساس أن تكون أضحية هل تجزئ في الأضحية أو لا؟ طبعاً لا تجزئ في الأضحية لا بد من مرور سنتين عليها حتى تجزئ في الأضحية رابعاً الثاني من الإبل وهو ما استكمل خمس سنين وطعن في السادسة طبعاً احنا عارفين الإبل اللي هي الجمال يعني يشترط في الجمل أن يكون ليه خمس سنين ويدخل في السنة الإيه؟ السادسة يبقى إذن أنا عندي الجزع من الضأ اللي له سنة وطعن في الإيه؟ في الثانية الثاني من المعز اللي له سنتين وطعن في السلسة الثاني من البقر اللي له سنتين وطعنت في الثالثة الثاني من الإبل اللي هي الجمال اللي له خمس سنين وطعن في الثالثة ده بالنسبة لسن الأضحية الوقت اللي هو إذا مضى يجوز لي أن أذبح هذا الحيوان أضحية العدد الذي تجزئ عنه البدنة أو البقرة أو الشاه البدنة والبقرة كلاهما أو كلتا هما تجزئ عن سبعة يعني اشترك فيها سبعة لما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهللين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة كل سبعة في بدنة وسواء اتفقوا في نوع القربة أو اختلفوا فيها كما إذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهادي أو أراد بعضهم اللحم والبعض الأضحية هذا الكلام يحتاج إلى بيان يعني عندنا البقرة والبدنة يعني الناقة كل واحدة منهم تجزئ عن سبعة يطر عن سبعة أفراد ولا سبعة بيوت عن سبعة أفراد وكل فرد عن نفسه وعن بيت يعني الفرد ده ياخد سواب الأضحية وأهل بيته أكضا يأخذون سواب الأضحية وهكذا يبقى سبعة أفراد بس كل فرد عن نفسه وعن أهل بيته يبقى في النهاية المجموع سبعة بيوت تجزئ عنهم الناقة أو تجزئ عنهم البقرة هكذا طيب هل يجوز أن يعني إيه تختلف نوع القربة بالنسبة لشخص عن آخر إزاي نوضحها بالمثال لأنه بالمثال يتضح الإيه المقال مثلا اشترك سبحة في بقرة واحد نيته من نصيبه في اللحم أنه هو يخده يكلهه وعياله ما يكونش أضحية والتالي نيته في نصيبه من اللحم أن يكون أضحية والتالي نيته في نصيبه من اللحم أن يكون صدقة يترى ده يجوز ولا لا يجوز نعم هذا يجوز يعني يجوز أن يشترك السبعة في البقرة أو في البدنة وتختلف نية كل واحد عن الآخر في نوع القربة واحد نيته ضحية تاني نيته صدقة تالي نيته هديئ الرابع نيته أنه هو يكون اللحم يعني يأخذ اللحم ويكله وعياله هذا يجوز لا بأس به لا بأس به بعد ذلك تجزئ الشاه الواحدة عن واحد لما يعني حين نقول عن واحد يعني عن واحد وأهل بيته هو يأخذ سواب الأضحية وهم أيضا يأخذون سواب الأضحية فإن ذبحها عنه وعن أهله جاز لخبر الصحيحين أن أبا أيوب الأنصار قال كنا نضح بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاه ويشترط أن تكون معينة فإن اشترك اثنان في شاتين مشاعتين لا يصح ولو اشترك اشترك اكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين لا يصح لأن كل واحد لم يخصه سبع بدنة أو بقرة اذن هل هذا يجوز طبعا لا يجوز لابد من تعيين الشاه التي ستذبح في الأضحية كذا أيضا بالنسبة لسبعة اشتركوا في بقرتين مشاعتين طبعا لا يجوز لابد من تحتيد البقرة التي ستذبح أيضا في الأضحية بين هؤلاء السبعة بعد ذلك نتحدث عن أنواع التضحية أولا أفضل أنواع التضحية بالنظر لإقامة شعارها أفضلها بدنة ثم بقرة لأن لحم البدنة أكثر احنا بنتكلم هنا عن أفضل أنواع التضحية بالنسبة لإقامة شعارها يعني بالنسبة لكسرة اللحم بالنسبة لكسرة اللحم طبعا البدنة اللي هي الناقة وطبعا لحمها أكثر من لحم البقرة ثم بعد البدنة البقرة ثم بعد البقرة ضأن اللي هي الغنان ثم بعد ضأن المعز وذلك لطيب الضأن على المعز ثم المشاركة في بدنة أو بقرة ثانيا أفضل أنواع التضحية بالنسبة لطيب اللحم لحم الضأن اللي هي الغنم يعني إذا أردنا أفضل أنواع التضحية ليس من كسرة اللحم لا من أفضل يعني من طيب اللحم اللحم اللي هو بكون أفضل اللي هو لحم اللي هي الضأن طبعا ده خيرها ثم سبع شياه أفضل من بقرة أو بدنة وشاه أفضل من المشاركة في بقرة وذلك للانفراد بإراقة الدم ثالثا استحباب السمين على غيره يعني يستحب أننا أزبح شاه سمينة عن شاه يعني هزيلة يستحب زبح السمينة هذا بالنسبة للأفضلية في الزات طيب الأفضلية في اللون أما في اللون فالبيضاء ثم الصفراء وهي التي لا يصفو بياضها ثم الحمراء ثم البلقاء ثم السوداء قيل إن هذا للتعبد وقيل لحسن المنظر وقيل لطيب اللحمة روى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه هذا الخبر لا دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سودا ويني يعني العفراء اللي هي لا يصفو بياضها يعني فيه قليل من الصمار نأتي بعد ذلك إلى ما لا يجزئ في الأضحية الذي لا يجزئ في الأضحية أربع هي أولا العوراء البين عورها والعور البياض الذي يغطي الناظر ولا يضر يسيره يعني العور اليسير طبعا ده لا يمنع من ذبحها أضحية لكن المراد العور الذي يغطي الناظر بمعنى يمنع البصر تماما من الرؤية ثانيا العرجاء البين عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى المرعى فإن كان العرج بحيث لا تختلف به عن الماشية لم يضر ثالثا المريضة البين مرضها بأن يظهر بسببه هزالها وفساد لحمها فلو كان يسيرا لم يضر وكذا أيضا الهيماء والهيام هو الذي يأخذ الماشية فتهيم في الأرض ولا ترعى يعني تترك الراعي ومدامت قد تركت الراعي فإنها ستكون هزيلة وضعيفة وليست سمينة وعليه فإن الهيماء لا تجزئ في الأضحية رابعا العجفاء وهو ضد السمن يعني الهزيلة وهي التي ذهب مخوها من الهزال خامسا المجنونة والجرباء والحامل اللي هي في بطنها جنين وصحح ابن الرفعة في الكفاية إجزاءها ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريض البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقى من النقية وهو المخ أي لا مخ لها من شدة الهزال معنى هذا الكلام أن العوراء التي لا تجزئ في الأضاحي هي التي ذهب البصر كاملا من عينها طيب لو كان العور لا يذهب كل البصر من العين فطبعا هذه تجزئ في الأضحية لماذا؟ لأن طبعا العور الذي يذهب البصر كله يمنعه من اللحاق برفاقها في المرعة وعليه فهذا يؤدي إلى الهزال طيب الشيء الثاني في العور العرجاء البين عرجها يعني شديدة العرج بحيث لا تلحق بأقرانها في المرعة وأيضا هذا يؤدي إلى هزالها طيب لو كان هذا العرج يسير بحيث تمشي مع أقرانها فطبعا هذا لا يضر فيجوز أن تكون أضحية يبا إذن العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها وأيضا التي ذهب مخها من الهزال اللي هي العجفاء هذه العجفاء يعني الهزيلة جدا اللي هي عبارة عن عزم فقط فهذه لا تجزئ في الإيه في الأضحية أبدا أيضا بعد ذلك ذكرنا المجنونة والحامل المجنونة طبعا نعرفين الجنون اللي هو بيزه بالإيه العقل لأن هذه المجنونة يعني ربما لا ترعى والجنون يؤد أيضا إلى الهزال الحامل اختلفوا فيها قيل إنها لا تجزئ في الأضحية وقيل تجزئ في الأضحية وصحح ابن الرفعة القول الثاني أي أنها تجزئ في الأضحية أبناء وبناتي نأتي إلى سؤال هذه الحلقة السؤال يقول ما الحكم لو ذبح شاة لها ستة أشهر أو بقرة لها سنة واحدة أو ناقة لها أربع سنين ما الحكم لو ذبح شاة لها ستة أشهر أو بقرة لها سنة أو ناقة لها أربع سنين بهذا أبناء وبناتي نكون قد انتهينا من هذه الحلقة نستودعكم الله ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته